اهلا بكم في قناة تركي فوت بالعربي عايزة تحضري حلوة سريعة ولذيذة لازم تقربي الوصفة دي كومبلة ازمير عبارة عن طبقة رؤية من العجين محشية بالنوتلا مابتخدش وقت ولا مجهود وطعمها لذيذ قوي منقونات قليلة هنعمل حلوة لذيذة وسهلة وطعمها بجد روعة اول حاجة معي نص كوباية من المياه التافية هضيف عليها 3 معلق كبار من الزيت وهضيف عليها 10 جرام من الفانيليا معلقة كبيرة من السكر هقلب المكونات كويس وهضيف عليهم كوباية ونص من الدقيق هنا مش هنحط خميرة للعجينة احنا مش عايزينها تبقى زي العيش احنا بس عايزين تبقى طبقة راييئة جدا من العجين هناجن كويس لحد ما تلم معينا وطبقة طرية هنسيبها ترتاح 20 ديئة بس ونغطيها كويس بعد 20 ديئة هنبتدي نعملها كرول هنقطعها قطع صغيرة بالشكل ده الحلوة دي لذيذة جدا لو جالك ديف مفاجئ او عايزة تحضري حاجة ومش عايزة بتاخد وقت معيك ولا مجهود لازم تجرى بيها بكت تطعمها روعة وبتعجب الأطفال جدا هنفرد العجينة بطبقة راييئة جدا وهنضيف عليها معلقة كبيرة من النوتيلة شوكولاتة قابلة للدهن ويارد تكون النوتيلة تكون من التلاجة عشان ما تكونش صايحة معنا هنحطها ونقفل عليها من فوق بالشكل ده ونحاول ان احنا نقوارها من بططهاش تبقى على زي شابه كورة كده وهنحطها في صنية بتبطنا بورقة زبدة والفرن بتاعنا شغال وصخنة على درجة حرارة 220 هنقوار الأول القطعة وهنفردها بصمك رؤيئ جدا وهنحط معلقة كبيرة من النوتيلة وهنقفل عليها بأطراف العجينة بالشكل ده هنبتدي نحطه في الصنية وهنحطه في الفرن اللي مولعينه قبليها لازم يكون الفرن صخنة جدا هي مش هتقعد في الفرن إلا أربع دقائق بالزبط بعد أربع دقائق هنولع الشواية دقتين يعني مدتها في الفرن ست دقائق أربعة من تحت ودقتين من الشواية من فوق عشان تاخد معايا اللون الدهب الجميل من فوق كده بجد لذيذة جدا وطعمها بجد جميل ومهما تقعد معاكي إذا طبقة العجينة دي هتفضل بطرية مش هتنشف طحفة ولذيذة وقد إيه طعمها بجد شاهي قوي من الحلويات اللذيذة والسريعة اللي بجد هتعجبه جدا فكرتها جميلة وشكلها وطعمها بجد ربع جربوها إن شاء الله تعجبكم وبالهنة والشفا